السلام عليكم قضية الفنانة الشمس الكويتية هي ما أدري الكويتين قلون مو كويتية سعودية والسعوديين قلون مو سعودية كويتية وهي ما تصرح بالضبط منيا وظل تفتر بين الدول لكن شوف أكون سوان وزلم عرب ما أخذينها هي يعني هي تنشر مقاطحها ترقوس وخلفيتها تحكي على التغذية ما تغذية تقول أنا خبيرة بالتغذية ذاك اليوم تقول من جامعة ميامي علوم نفسية هي داخلها ما أخذ شهادة يعني هي الظاهر قطع شهادة أولادة المتحدة لكن ما عليب هذا الحجي حجية عدد السياسي العراقيين وأنا اتفقوا إياها اتفقوا إياها ولكن شي واحد أنا ما أتفقوا إياها السؤال الشمس الكويتية أنت حجيت على المسؤولي العراقيين وتفلت وكذا وما احترمت أوكي إحنا وياتش بس سؤال السياسي اللي بالخليج وبالذات اللي في بلدك أنا ما أعرف أنت كويتية أو سعودية يعني الكويتين قلوهم أنه كويتية إذا أنت كويتية أو سعودية أو من أي داهية بالخليج بدرين تمسين أصغر مسؤول ببلدك ما معقل ما كو بلد مفاسد بدليل أنا أعيش بأمريكا أمريكا البلد الأول بالعالم وأنت طب لي لها ومكيفة من تجين زيارة لأمريكا تبريد نفسي سويتها في النجاس تمام زين بأمريكا ناس تسب على ترامب وناس تسب على بايدن وشيء أنت تقولين ديمقراطية يعني سبيت على المسؤولين العراقيين من باب ان الدمقراطية بدليل تجين للعراق تركصين تسوين حفلات تاخذين فلوس تفترين بشوارع العراق يعني معناها تكون ديمقراطية من تفلت على السياسيين تمام تمام زين الدول الديمقراطية تسب على مسؤولينها وبنفس الوقت تسب على مسؤولين الدول الثاني أنت هسا جئت للعراق وفتريت وسويتي وتفلت على المسؤولين العراقين وقلتي موزينين وحرامين أوكي يا شمس بلدك اللي هو مثل ما قلت أنا ما أعرفه منه الكويت أو السعودي تقدرين السبين أصغر مسؤولي كويتي أو السعودي وبنها تقل لي اللي ناسي نزيهين كلهم لا والدليل الشيخ أحمد الفهد رئيس الاتحاد الكويت السابق ورئيس المنجل السلونب السابق ووزير الدفاع مدرس سابق أو لازال ذاك اليوم عليه قضية ببريطانيا قضية قضية سيدة رفع علي دعوة قضية نفقة ما أدري زواج أو طلاقة أو شي أو تحرج القضية اللي عليه الشيخ أحمد الفهد وعذب الفهد أخوه ذاك اليوم كان ممنوع من دخول الكويت وعليه أحكام قضائية وسوه عفو عنه ورجع للكويت قدرين تحكين على عبي أو عليه الشيخ أحمد الفهد زين صاحبتش حليمة بورنت اللي سجنوها سنتيان وانت طلعت وقلت مظلومة نشرت عليها تقدرين تحكين على القاضة اللي حكمها تقدرين تحكين على وزير العدل بس تبكبكين وتقولين مظلومة يعني مظلومة قصتش القضاء ظلمها تمام تقدرين تحكين على القضاء ما تقدرين صح؟ زين شلون انت ببلدش ما تقدرين تحكين على فراش وتجين للعراق تحكين على المسؤولين كلهم شلش علاقة أنا هس عراقي أنا على أبو المسؤولين العراقيين الشيانين مو كلهم لأن حرام ما على ياساس أقول كلهم بدليل رئيس الوزراء السوداني شرفتش وشرف الأصل اللي طلعت منه وانتم رسالة الأخيرة للمسؤولين العراقيين المواطني العراقي اللي أي دو شمس لبس شمس تقبلون خواتكم ونسوانكم متأي لبساً مثله رقص شمس وخلفيتها وهذا المصر اللي وياها مرات في الفيديوهات ورجعوا تقبلون خواتكم هتشي أو نسوانكم أو بناتكم إذا موافقين تقبلون نسوانكم دائحات هتشي يرحل بين الدول ويجاني رقصاً نفس الحفلات هاي وتروح ببحتها وبالطيارة معاها شي رجال تقبلون إذا تقولون ما نقبلتش هاش معنى تقبلون شمسي وتقبلون كل كلامها وإذا ما تقبلون فلازم تروفون كلامها مسألة أنه تجي وحدة مثل هاي زاي حتها الدنيا وتسيب على مسؤولينكم فمعناته أنتم ما بيكم خير لأن خليت دول المسؤولين عليكم سبوا على المسؤولين بس أنتم مم كيفين واحد غريبي يسيب عليهم زائدة نسئلوا نفسكم هذا السؤال البلدان البلدان اللي حاصرتكم من تسعين من آب تسعين إلى حد ما جورج بوشي الإبن هو اللي طير صدام طيحة كل هاي الفترة محاصرينكم البلدان اللي هي الدول المعروفة اللي من عندهم شمس قبلون شمس شمس من أنتم تحكيونينا وتقولوا هتش من فلان تقبل لكم فشلون تقبلون على بلدكم ما تقبلون على الثاني تمنى شوية الزلم بيكم وشوية غير الصرعتكم والنسوان شوية استحم لمن دم أيدا شمس وتمر قصي ليلها وتمدحينها بالتعليقات يعني معناته أنت ودك تسوين هيتش ويمكن تسوين بسر بهتش وباي من غير السلام